قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم السلام عليكم مشاهدين الكرام نقدم لكم أحوال التقس من قناة النهار أول قناة إخبارية في الجزائر أجواء ربيعية درجة حرارة طيفة تميز مختلف ولايات الوطن نهاية الأسبوع وهي الوضعية الجوية التي يرتقب أن تستمر إلى غاية يوم الأحد القادم مع تسجيل بعض الرياح القوية والتي ستتعدى 50 كم في الساعة محليا نستهل نشاطنا الجوية بصورة القمر الاصطناعي والتي توضح لنا مرور بعض السحب وهذا على مجمل المناطق الشمالية للوطن غير أنه بالجنوب الأجواء ستكون صافية ومستقرة على مجمل المناطق الجنوبية من الوطن أما فيما يخص توقعات التقسي صباحة يوم السبت الأجواء ستكون مشمسة ومستقرة وهذا على مجمل المناطق الغربية غير أنها تكون من صافية إلى مغشات على المناطق الوسطى وحتى الشرقية من الوطن أما بالجنوب الأجواء ستكون صافية مشمسة ومستقرة على مجمل المناطق الجنوبية من الوطن باستثناء بعض الزوابع الرملية والتي ستنشط على شمال الصحراء درجات الحرارة الدنيا المستجلة صباحة تسبت ستكون لطيفة حيث ستقدر ب12 درجة على مجمل السواحل الوطنية وهذا بكل من وهران جزائر العاصمة وحتى عنبا سجو 10 بتلمسان دية وتيار 8 بباتنا وسطيف 12 درجة بشلف وتزوزو حتى اسكيكدا بالجنوب سيتم تسجيل 24 درجة بكل من منطقة تين دوف أدرار وحتى عنصلاح 22 درجة ببشر وكذلك منطقة عنقزام سجو 18 درجة بيتاماناس 16 درجة تسجل بمنطقة ورغلا و17 بالويد نمر الآن إلى توقعات التقصي ظهيرة يوم السبت الأجواء ستكون من صافية إلى مغشة وهذا على مجمل المناطق الشمالية للوطن مع احتمال تسجيل بعض الأمطار وهذا على السواحل الشرقية بداية من العاصمة وصول إلى سواحل شرق الوطن أقول بالجنوب تبقى دائما الأجواء الصافية مستقرة ومشمسة على مجمل المناطق الجنوبية باستثناء بعض الزوابع الرملية التي ستنشط على وسط الصحرى وحتى شمال الصحرى هذه الوضعية الجوية ترفقها درجة حرارة لطيفة حيث ستصل إلى 24 درجة بوهران سجل 22 درجة بالجزال العاصمة 21 درجة بعنابات منتش بالمدية وسطيف 29 بتلمسان ومعسكر 21 درجة بسكيدا بالجنوب سيتم تسجيل درجة حرارة مرتفعة نوعا مات كأعلى مقياس وسجل بمنطقة تندوف وحتى عند صلاح 43 درجة مئويا سجل 34 درجة وسجل منطقة بشار 42 درجة بأدرار 45 درجة بيتاماناس 41 أقل بمنطقة عين 33 درجة بورغلا و31 درجة بألود نمر الآن إلى إطلالة خفيفة على السواحل الوطنية حيث سيكون البحر وهذا على السواحل الغربية للوطن بداية من بنصاف نحو وهران صغان المتنس سيكون بحر قليل الإضرب إلى مضطرب وفق رياح شرقية إلى شمالية شرقية تراوح سرعتها ما بين 20 إلى 40 كم في الساعة أما على السواحل الوسطى للوطن وهذا من تيبازا نحو العاصمة بومردس إلى غاية دلس سيكون بحر مضطرب إلى هائج شرق العاصمة وفق رياح شمالية غربية إلى شمالية تراوح سرعتها ما بين 20 إلى 40 كم في الساعة وقد تصل إلى 50 كم في الساعة وهذا شرق العاصمة في حين بالسواحل الشرقية من الوطن سيكون بحر هائج وفق رياح غربية إلى شمالية غربية تراوح سرعتها ما بين 30 إلى 40 كم في الساعة وقد تصل إلى 70 كم في الساعة وهذا بعد الظاهرة جاعل من البحر كثير الهيجان كالعادة قبل أن نختم نشرتنا الجوية نتجي إلى ورقة المعلومات الفلكية لشرق وغروب الشمس التي تخص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن لتصلك آخر مستجدتنا اشترك معنا عبر صفحتنا الرسلية ترجمة نانسي قنقر